السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهر ده بإذن الله هنعمل مربط الفراولة بطريقة سهلة ونجحة 100% يلا دلوقتي نعملها مع بعض نجيب الفراولة ونغسلها كويس جدا ونقشرها لان بيبقى فيها رملة فلازم تنقعيها وتغسلها كويس دول في حدود 4 كيلو فراولة بس قبل ما تتقشر يعني في حدود 3 كيلو ونص هنحط لهم 2 كيلو سكر اي فاكهة معانا هتتعمل مربة الكيلو بياخد 600 جرام سكر كيلو الفاكهة بياخد 600 جرام سكر فهنحط السكر على الفراولة ونقلبها كويس جدا الخطوة دي مهمة علشان تطلع المربة طعمها حلو ومفوش اي مزازة ونقلبها ونسيبها في التلاجة ليلة لتاني يوم هتنزل ميتها وتكونت شربت كويس جدا من السكر 600 جرام سكر يعني كبايتين و3 تربع كباية سكر هنغطيها ونبيتها في التلاجة وبعد كده بعد ما خرجت اهيت بالمنظر ده هبدأ اخد كمية منها وحطها في الخلاط علشان ايه اضربها ضربتين اتنين بس يدوبك تبقى بيوريه كده واللي عايزي سويها وهي قطع كده بنفس الحاج ممكن بس وهي بتبقى بيوريه كده بتبقى سهلة الفرد وقوامها بيبقى احسن في التسوية اهي دربناها يدوب ضربتين بس علشان تبقى بالقوام دوت اهيت معانا وهنبدأ نحطها على النار اول ما تغلي معاكي تبدأ تضيفي عصير اللمون انا حطيت عصير 8 لمونات هنلاحظ ايه بتغلي بتطلع رغاوي على الوش كل ما تطلع الرغاوي ديت تشيليها بالمعلقة علشان بعد كده ما تبقاش الفراولة فيها اي رغاوي تمام غلية معانا اهيت هنضيف بقى عصير اللمون ونوطي عليها على نار هادية لحد ما تعقد معانا وتستوي ممكن دي رشة ملح لمون صغيرة دي مادة حفظة ولو مش عندك مش مشكلة هنقلبها كويس ونوطي عليها النار بقى وهتستوي على راحتها واول ما يطلع اي رغاوي برضو اكتفضلي تشيليها علشان تبقى صافية كده المربة وكل شوية تقلبوا فيها هي كده لسه في نص السوا بتاخد معاك في حدود ساعة ونص او حسب النار عندك المهمة تبقى على نار متوسطة علشان ما تتلسعش منك خلاص كده تكون استوت هناخد برضو معلقة منها هي بالقوام دوت ربطت معانا هناخد معلقة منها ونحطها على الطبق علشان ايه نشوفها قوامها عامل ازاي قوامها تمام كويس معانا ونبدأ بقى نعبيها في برطامنات مخصولة كويس ومتعقمة ولو ما عنديكيش مكان في التلاجة اني انت تتعبي الكمية دي كلها ممكن تحطيها في اكياس تحطيها في الديب في ريزر من السنة للسنة تفضل معاك وبكده هتوفر معاك مكان وكمان هتوفر معاك فلوس المربة هتبقى عندك طول السنة يارب اكون افتكوا النهاردة لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل الفيديوهاتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته